موسيقى النشرة المحلية من المركز لذاعي والتلفزيوني في اللاذقية أهلا ومرحبا بكم ونستهلها بالعناوين موسيقى نعقاد مؤتمر نقابتي عمال النفط والطباعة موسيقى موسيقى إزالة مخالفات في قريتي زغرين وبرج اسلام وحي الغراف وحي مرتقلة موسيقى خفاض في درجات الحرارة وعواصف ثلجية ومن العناوين إلى التفاصيل موسيقى اختتمت نقابات عمال اللاذقية مؤتمراتها السنوية بعقد مؤتمر نقابة عمال النفط والطباع وتمحورت المداخلات حول المطالبة في تحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب وفتح سقوفها وزيادة طبيعة العمل وتعديل قانون العاملين الأساسي وقانون العمل رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص وتعديل الأنظمة الداخلية لبعض المؤسسات مؤتمرات لا شك هي دائما محطة كثير مهمة جدا لرفقاتنا لعرض ما تم إنجازه خلال العام وبالتالي تخيوم هذا العمل وبالتالي أيضا لاستقبال طروحاتهم المختلفة حول تأكيدات بعض القضايا المطلبية أو المحقة أو المهنية التي يجب معالجها هيدا مؤتمر سنوي مستعرض فيه نشاطات النقابة خلال العام المنسرم شو حققنا؟ شو هو القيد المتابعة؟ طبعا قبله يسبقوا بشهر أو شهرين انعقاد هيئات للجان النقابة على ضوءة نرفع مذكرات بالقضايا ممكن قضايا تحل بأرضها بين اللجنة والإدارة واللي ما بتنحل بدها حلول لمستوى الأعلى جهات مختصة منرفع مذكرات فيها أكثر القضايا اللي عم تنطرح وأهم مطلب هو الفئة الرابعة والفئة الخامسة عدم خضوع على المسابقات المركزية الأساسية عم يطالبوا بتحسين الواقع المعيشة أيضا تحسين الرواتب والأجور تحسين الطعويضات أبيحكوا عن الحوافز الإنتاجي الحوافز الإنتاجي بالعنوان عريض شيء ممتاز جدا حتى 300% ولكن للأسف على أرض الواقع ما رح تكون مطبق منه 2% اللي بديوها 300% لأن فيه شروط مانا مزبوطة أبدا إن شاء الله يتلافوها بالأيام الجاي أجينا نحن نحضر المؤتمر ونطالب زيادة التعويضات والعمل الإضافي مثلا حتى نحن كأتحاد رياضي غير مشمولين بالحوافز إنو إذا بيشملونا كمان مثل الدوائر الدولي التانية بالحوافز الإنتاجي والعلاوات والمكافأة كانت مطالب شاملة كل العاملين طبعا مطالبين فيها التأمين الصحي رفع سقف الرواتي لدينا عدد من الموظفين لها أكثر من 10 سنوات عقوب طالبنا بتثبيت هذه العماء طالبنا بتحسين وضع الضمان الصحي فيه بالصيدليات مع الأطباء المختصين وتشميل كافة الإسراء تم توزيع جوائز راميتا السنوية بإصدارها الثاني لعام 2023 من قبل جمعية العاديات في اللاذقية حيث تم في الإصدار الأول لعام 2022 تكريم عدد من الباحثين أما الجديد في تكريم هذا العام هو توزيع الجوائز على ثلاث فئات وهي الآثار والتاريخ والتراث البحري والعمارة والعمران هذه الاحتفالية ملتقى توزيع جوائز راميتا الإصدار الثاني للعام 2023 هذا الإصدار الثاني للعام 2023 بالواقع انحصر أو تم الإعلان القفل عن ثلاث فئات لجوائز راميتا الفئة الأولى تعلق بالأثار والتاريخ الفئة الثانية تعلق بالتراث البحري والفئة الثالثة تعلق بالعمارة والعمران لاحظت الوجود الحيوي لكافة الأطياف ولكافة الأعمار والبصمات التي يتركونها في كافة نواحي الحياة الاجتماعية اليوم عندنا في سوريا كثير أنا مسرور بهذا التكريم بسبب طبعا مشاركتنا بالنشاطات الثقافية السنوية للرحلات الميدانية وطبعا نحن عم يشتغل كفريق عمل واحد هذا الاحتفال هو احتفال ببعض الوجوه ببعض الذين اشتغلوا قدموا محاضرات قدموا أنشطة سواء للبلد أو للجمعية أو لأي جهة ثعنا بالتراث المحلي العربي السوري في كل أنحاء سورية فهذا الاحتفال هو تكريم لهؤلاء تكريم هو بشكل تظاهرة ثقافية مثل ذكرت بكلمتي هو الهدف من هذه التظاهرة هو توثيق التراث الخاص بمحافظة اللادئية على اعتباره جزء من التراث الحضاري السوري العريق بالحقيقة أنا فوجئت بالتكريم لكن هو مهرجان أو خطوة أخذتها جمعية العاديات لتكريم كل جهد يقدم في هذه الجمعية بالحقيقة نحن لا نستحق في ظل وجود قامات عالية جدا بس نشكر جميع العاديات على هذه المبادرة الجميلة في دعم الأوجه الشابة من أجل الاستمرار في البحث يعني الازقية تحتاج الكثير قامت ورشة الهدم المركزية في مديرية الخدمات الفنية بإزالة مخالفات بناء في قرية زغرين ومخالفتين في برج اسلام كما تم إزالة مخالفة بناء في حي الغراف وفي حي مرتقلة في مدينة اللاذقية وفي سياق متصل أزالت ورشات مجلس المدينة مخالفة في ضحية بس نادا بمؤازرة من قسم شرطة مجلس المدينة موسيقى 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 وإلى أحوال الطقس حيث يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات موسيقى 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 وصلنا معكم إلى نهاية النشرة المحلية إلى نشرات قادمة دمتم بألف خير وصحة موسيقى 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 موسيقى